اشتركوا في القناة 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 فعشان هيك برضو هذا بيت إله علاقة بالعمل ميوم مناسب للي بيبحث فيه عن عمل اللي بيرغب في إدخال تعديل عليه بتنجحوا في تدعيم مركزكم الاجتماعي أهميش إنك تكون محضر لعملك بشكل جيد تداوم بعملك بوقت مناسب جدا ما تتأخر عن عملك وفي نفس اللحظة ما ترتج الأعمال بهاي الفترة ممكن تعملك نوع من أنواع المشادات ما بينك وبين زميلك في العمل أو مع رئيسك بالعمل لتكون حذر من هاي النقطة أهميش إنه بالفترة هاي ما ترتج للمواقف ولا التصريحات يعني حاول إنك تكون ملتزم ومنظم أمورك عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك المسئوليات بهاي الفترة ممكن تواجه أمور صعبة معقدة أهمي شي إنه إذا شعرت بهذه الأمور حاول إنك تجد مين يساعدك في هذا الموضوع إن كان في مكان العمل زميلك أو رئيسك بالعمل هم اللي يدعموك التزم بالمسئوليات هاي الفترة واعدة بالنسبة لإلك من صباح يوم الخميس طبعا وما بعد بكون القمر انتقل لبيتك 11 هو بيت العلاقات بيت الأصدقاء بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بترتاح لجانب الأصدقاء والزملاء حاول تصحيح الأخطاء أو تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد إذا عندك موضوع أنت بحاجة فيه لاستشارة أو لمساعدة لأحد المعارف أو العلاقات أو الأصدقاء فهاي الأيام ممتازة جدا يعني هاي الفترة بتحمل لك نوع من أنواع النشاط على مختلف الأمور دراسة مهنة عائلة يعني كلها هاي الأمور جيدة وبتكثر عندك في هاي الفترة اللي هي الاتصالات والمواعدة برج الجوزاء طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود في القوس وهو مقابلكم مباشرة وهذا عامل ضغط عليكم طبعا يعني بيقلل منطاقتكم شوي بالفترة هاي لأنه بيت الشراكة هاي برضو بتعززوا فيها شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي أنك ما تخالف القوانين تمالك أعصابك خصوصا إذا بتكون متوتر حافظ على هدوءك ما ترتج الكلام في الفترة هاي حاول أنك ما توجه ملاحظات خصمك في هاي الفترة بيكون دائما أقوى منك بتحمل هاي الفترة أو هاي الأيام يعني فرص للي بدي يطور علاقته مثلا لا مرحلة الارتباط برضو مهمة أنك أنت تدعم علاقتك مع الشريك وخصوصا مع الأزواج حافظوا على هدوء أعصابكم ما تكون عدائي بهاي الفترة طبعا بعديها من يوم السبت مساء بنتقل القمر للجدي بظل فيه لغاية فجر يوم الثلاثاء بما أنه رح ينتقل للبيت الثامن معناته في الفترة هاي بتنشطوا في أمور مالية مشتركة اللي هي الأموال اللي ما بتعودلكوا أو تحصيل الأموال أو القروض أو الأشياء هاي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدره شراكة أو تعويض أو قرض حاولوا أنك تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور للحظة اللي أنتم موجودين فيها وعلى حسب طبيعتكم بيطمئن بالك وممكن تفرح لتطور معين ممكن على دعم أو موافقة على قرض معين فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولة السابقة أما من فجر يوم الثلاثاء ولغاية صباح يوم الخميس القمر بنتقل للدلو هو بيت حليف لإلكم البيت التاسع اللي هو بيت السفر والتنقلات فممكن تنشطوا في السفر أو اتصالات بعيدة أو بتشعروا برغبة في التفاهم مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان بيكون في فرصة ممكن تفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أمور إلها علاقة بالنشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة أهمي شنك أنت تتحرك على مختلف الأصعدي وتكسب كل شيء أنت بتقدر تكسبه بالفترة لأنها هاي فترة يعني حليف لإلك طبعا من صباح يوم الخميس وما بعد بيصير القمر موجود في الحوت في بيتك العاشر وهو بيت السمعة عشان هيك هاي الفترة لا خصوصا للأشخاص اللي بدهم يبحثوا عن عمل أو بدهم يدعموا أعمالهم ممكن أنه يوم الخميس تستغلوا في المسألة هاي تقديم طلبات أو أشياء من هذا القبيل خصوصا اللي في الوطن العربي اللي في أوروبا طبعا بالنسبة لهم أيام دوام بيستغلوها بشكل جيد بتنجحوا في تدعيم مراكزكم الاجتماعية أهمي شنك تحضر لعملك بشكل جيد ما ترتجل ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل بالفترة هاي حاول أنك أنت يعني ما تكون ضحية للفوضى وعدم التنظيم بدك تنظم كل إشي بشكل جيد بتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد أهم إشي أنك تلتزم بمسئولياتك فترة واعدة وما تنسى أنه هذا اسمه بيت السمعة بيت السمعة يعني بمعنى آخر ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة برج السرطان طبعا من مساء اليوم اللي هو يوم الخميس لغاية مساء يوم السبت القمر بيكون موجود في البيت السادس اللي هو بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بالفترة هاي شوي الأمور بتصير ضاغطة ممكن يتراكم عليك العمل فيها لكن عندكم قدرة على مواجهة الأعمال هاي وإنجاز حصة الأسد منه أهم إش أنه ما تهملوا صحتكم حاذر من التعب الصحي أو الجسدي ممكن يمنعك التعب الجسدي من إنجاز بعض الواجبات اليومية كما يجب بتظهر مساء العائلية أو شخصية طارئة بالفترة هاي وممكن تشعر ببعض التوتر طبعا من مساء يوم السبت ولغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بنتقل للجدي مقابلك مباشرة بصير فعشان هيك الأمور شوي ممكن إنها تحمل لك بعض المسائل اللي إلها علاقة ببيت الشراكة عشان هيك الفترة هاي إما إنكم بترغبوا في تعزيز شراكتكم شراكتكم المالية والعاطفية يعني مع الأزواج أو مع شركاء المال أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق هاي الفترة برضو بكون فيها مناسب القيام بها بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهمش إنك ما تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة حافظ على هدوءك ما ترتجل الكلام أو توجه ملاحظة خصمك بالفترة هاي يعني ممكن إنه يكون ردة فعله صعبة اتحمل أي ضغوطات بتكون بالفترة هاي عشان ما تكون إلك ردة فعل سلبية الفترة هاي صحيح إنها صعبة لأنه مقابلك مباشرة ممكن برضو يكون فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي هي اللي بدهم يطوروا لمرحلة الارتباط أو خطوبة أو أشياء من هذا القبيل حافظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائيين طبعا من فجر يوم الثلاثاء لغاية صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الدلو وبما أنه موجود في الدلو فهو في البيت الثامن بيت الثامن اللي إلو علاقة بالمسائل الأموال المشتركة ممكن إنه في الفترة هاي تظهر بعض الفرص اللي إلها علاقة بالقروض بالديون بتعيدوا فيها تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بيكون متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرد ادخل تعديل على هذا النمط عشان تتماشى مع التقدم والتطور اللي بصير ممكن تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي ممكن تكون مربكة ممكن برضو يطمئن بالك وتفرح لتطور ملحوظ على المسألة المالية إما موافقة على قرض أو على دعم أو على مساعدة وبرضو هاي الفترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولة السابقة طبعا من صباح يوم الخميس وما بعد بصير القمر موجود في البيت التاسع وبما أنه في البيت التاسع معناته يعني هذه الفترة يعني بصير نهاية الأسبوع تقريبا فترة جيدة جدا تنشط فيها في أمور التنقلات والحركة أو الاتصالات اللي عندهم قدرة على السفر أو بلادهم مفتوحة للسفر برضو جيدة للسفر بتشعروا برغبة في التفاهم مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان تم فرصة بتكون للقاء ممكن يفتح أمامكم أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسة دراسات عليا أو امتحانات بتقدموا فيها بشكل جيد وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة ناجحة ممكن تتحرك في هاي الفترة على كافة الأصعدة بشكل جيد وقوي برج الأسد طبعا بما أنه من مساء يوم الخميس لغاية مساء يوم السبت القمر رح يكون موجود في القوس فهو يعني هذا برج حليف لإلك وفي نفس اللحظة هذا البيت الخامس لإلك بيت العاطفة فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتدعيم علاقاتكم بهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتفرح لانفراج ملموس ممكن ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك ممكن تقوم بخطوة مباركة كخطبة أو تطوير العلاقة العاطفية ما بينك وبين الحبيب ممكن تفرح بسبب مسألة معينة ممكن تتلقى إشارة إيجابية خلال فترة هاي هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد فترة يعني شوي كان فيها نوع من أنواع الضغط عليك من مساء يوم السبت ولغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الجدي هو البيت السادس فعشان هيك بالفترة هاي يعني شوي بتحس أن الضغوط رجعت لك مرة ثانية لأن القمر بصير يتحرك بالمقابلة إليك بيتك السادس والسابع والثامن فعشان هيك بالفترة وجوده في السادس بيت العمل والصحة بيتراكم العمل عندكم بتكونوا مش قادرين على مواجهة وإنجاز أعمالكم ممكن تنضغطوا كثير بالفترة هاي صحيح أن الكواكب ممكن تساعدك في إنجاز بعض الأعمال ولكن عندك تحط في بالك أن في هاي الفترة في ضغط عمل كثير أهمش أنكو ما تهملوا صحتكم حاذر من التعب الصحي لو كان بسيط راجع استشير طبيبك ممكن هذا التعب يمنعك من أداء بعض الواجبات أو تتراكم عندك بعض الأعمال ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة ممكن تشعر ببعض التوتر في خلال فترة هاي الأيام من فجر يوم الثلاثاء إلى غاية صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الدلو مقابلكم مباشرة فعشان هيك بالفترة هاي بتصير الأمور إلها علاقة بالشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية علاقتكم بالأزواج فعشان هيك الفترة هاي ممكن ترغبوا في تعزيز شراكاتكم يوم مناسب بيكون فيها للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنك ما تخالف القوانين وتمالك عصابك اللي بتكون متوترة بالفترة هاي حاول أنك تحافظ على هدوءك وما ترتجل حاول أنك أنت يعني الشغلات الإيجابية تأخذها من هذا الموضوع أبعد عن السلبيات وخصوصا العصبية والحدية عصابك هي أهم إشي وصحتك هي الأهم من هذا الموضوع ما تحاول أنك أنت تكون سهل استفزازك عشان عصبيتك ما تطلع وخصمك في هاي اللحظة بيكون يتصيد لك فممكن أنت تكون كبش فداء أو أنه تيجي على راسك الأمور طبعا من صباح يوم الخميس القمر بنتقل للحوت وهنا بصير القمر في البيت الثامن لإلك والبيت الثامن هذا بيت له علاقة بتنظيم الأمور الأموال المشتركة الفرصة بتكون فيها متاحة لمكاسب مصدرها شراكة أو تعويض أو قروض ممكن أنك تدخل تعديل على نمط حياتك في هاي الفترة ممكن يطمئن بالك أو تفرح لتطور معين يعني فترة بتكون جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة برج العدراء طبعا بما أنه القمر رح ينتقل يوم الخميس مساء للقوس ورح يضل فيه لمساء يوم السبت رح يكون موجود في القوس البيت الرابع لإلك اللي هو بيت البيت فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط مصالحكم أو شؤونكم أو التزاماتكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم أهم شيء أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة ممكن يصير في بعض الاضطرابات أو الزعل أو تأخذ على بالك من المسؤوليات أو تتراكم بعض الأمور عليك أو يكون عليك متطلبات كثيرة منزلية بالفترة أو بعض الأشياء العائلية اللي ممكن تلفت انتباهك أهم شيء أنه في هاي الفترة ما تخالف القوانين احترم الموعيد التزامات المهنية بدك تأديها بوقتها وأهم نقطة هي أنك أنت تستغل الفرصة هاي للاهتمام بعائلتك من مساء يوم السبت ولغاية فجر يوم الثلاثاء القمر طبعا بده يصير بالجدي وهو بيت العاطفي فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة وتدعيمها ما بينك وبين الأحباء بتكون الفترة هاي مناسبة لممارسة نشاط فني ممكن تفرح لانفراج ملموس ترتفع الفرص النجاح بتشتد عزيمتك وبتقوى يعني بحظ عالي جدا بيكون بالفترة هاي ممكن تتلقى في هاي الفترة إشارة أو جواب لا إشي يعني كنت انتظره من في الفترة السابقة طبعا من فجر يوم الثلاثاء لغاية صباح يوم الخميس القمر بصير في الدلو في البيت السادس فعشان هيك الفترة هاي شوي بتصير ضاغطة بتراكم فيها العمل عندكم أو ممكن تنضغطوا بالعمل أو يكون مسؤوليات عمل عندكم كثيرة ممكن شوي أنه تتعب صحيا وتعبك الصحي هو اللي يأخر عليك الأعمال هاي فعشان هيك بدك تهتم بصحتك بشكل جيد وبدك تهتم بأعمالك بشكل جيد حاول أنك ما تتأخر عن عملك وحاول تنجز الأعمال ما تخليها تتراكم عندك ممكن تظهر بعض المسائل أو بعض المشاكل العائلية خلال هذا اليوم أو أمور إلها علاقة فيك أنت شغلات طارئة وممكن برضو أنك تكون تشعر بتوتر من صباح يوم الخميس طبعا وما بعد القمر بصير في بيت الشراكي الشراكي المالية والعاطفية وهاي إلها علاقة بشركاء المال وبالأزواج فعشان هيك في الفترة هاي إما أنكم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وتصحيح أخطاء أو تتراجع عن قرارات سابقة أو أنه هاي الفترة بيكون فيها نوع من أنواع المشاحنات ما بينكم من يعني هي فترة جيدة من المفروض أنك تستغلها بالتدعيم ومم يصير فيه نوع من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك ممكن هاي الفترة تتطلب تعاون من طرف ثاني لهو شريكك أو زوجتك أهم شيء أنك بالفترة هاي ما تخالف القوانين وحاول أنك تتمالك أعصابك من التوتر برج الميزان طبعا بما أنه القمر رح يكون موجود في القوس أو رح ينتقل للقوس في ساعات المساء فهو رح يكون في البيت الثالث لإلكم وبيت الثالث يعني بيت الحركة بيت الاتصالات التنقلات النقاشات فعشان هيكي اليوم ابتداء من مساء اليوم لغاية مساء يوم السبت بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتكون هاي الفترة مناسبة للخروج في نزهة أو اجتياز امتحان فترة مهمة للتواصل مع المجتمع أو لإسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل ممكن تتحرك بفاعلية أو كبيرة ممكن تقوم باتصالات واسعة يعني الفترة هاي جيدة ولكن أهم نقاط بحذرك منها اللي هي التسرع أثناء قيادة السيارة ممكن بعضكم يهتم بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالتليفونات بالاتصالات يعني ممكن أعطال وممكن أشياء طارئة من مساء يوم السبت ولغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الجدي في البيت الرابع فعشان هيك بتصير الاهتمامات على مستوى البيت ممكن تنهمكم بضبط مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم أهم شأنك تلطف الأجواء تعمل تقارب ما بينكم وبين أفراد العائلة ممكن تظهر بعض المسائل العائلية شوي هيك يعني تقلقك بدك تكون جاهز لإلها أهم مش أنك ما تخالف القوانين احترم المواعيد والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك بشكل جيد من فجر يوم الثلاثاء ولغاية صباح يوم الخميس القمر بصير انتقل للدلو بيت العاطفة بيتك الخامس بيت الحظ فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتدعيم علاقاتكم ممكن برضو يكون عندكم هاي الفترة مناسبة ل يعني اختبار الحضوض بالنسبة لإلك ممكن تفرح يعني لانفراج ملموس بالفترة هاي يدعمك الحظ فيها بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتك بتتلقى إشارة إيجابية بالفترة هاي يعني الفترة تقريبا ممتازة بتستغلها لغاية صباح يوم الخميس لأنه من صباح يوم الخميس القمر رح ينتقل لبيتك السادس بيتراكم العمل عندكم ولكن عندكم قدرة على مواجهته وممكن تنجزوا كثير من هاي الأعمال خلال الفترة هاي أهمي شنكو ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة ممكن تشعر ببعض التوتر يعني بدك تكون جاهز لهاي الأمور وخصوصا أنه هذا نهاية الأسبوع والفترة القادمة القمر رح يكون مقابل لإلك فبدك تكون مستعد وتنجز كل شي ضروري في بداية الأسبوع قرج العقرب طبعا بما أنه من مساء اليوم اللي هو الخميس لغاية مساء يوم السبت القمر رح يكون موجود في القوس وهذا يعتبر بالنسبة لإلك البيت الثاني فعشان هيك بالفترة هاي ثم فرصة بيكون لمكاسب مالية من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو على جائزة أهم إش إنك ما تغاني مر بأموالك هاي فترة بدك تكون حذر ماليا ومعنويا ما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة أنت بحاجة للتعاطف والتضامن بالفترة هاي قدر الإمكان من مساء يوم السبت طبعا لغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالجدي فهاي الفترة هي فترة الاتصالات والتنقلات والمواصلات فعشان هيك بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات بالفترة هاي بتكون فترة مناسبة للخروج في نزهات أو اجتياز امتحانات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل تتحرك بفاعلية كبيرة ممكن تقوم باتصالات واسعة في الفترة هاي وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك حتى في أثناء النقاشات من فجر يوم الثلاثاء ولغاية صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الدلو في البيت الرابع فعشان هيك هذا بيت البيت بتنهمكوا بتظهر بعض المسائل البيتية أو العائلية بالفترة هاي ام ممكن انه شوي منها يكون مقلق ممكن ارتباكات ام ممكن اعطال ممكن تصليحات مشتريات يعني بتكون فيها اشياء ميكس هيك مع بعض داخلة في بعض فعشان هيك ممكن الاجواء العاطفية الشواء العائلية تكون ضاغطة اهم اشي انه ما تثير اضطرابك او امتعاضك ما تخالف القوانين احترم الموعيد والالتزاء والالتزامات المهنية اهتم بعائلتك بشكل جيد من صباح يوم الخميس طبعا القمر بصير موجود في بيتك الخامس وهذا بيتك العاطفة فعشان في الفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتدعيم علاقتك فيهم او العلاقة معهم اه فترة مناسبة لنشطات فنية او امور فنية او كتابة او قيال قصب او تجميل بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح عندك بتشتد عزيمتك اه ممكن تتلقى اشارة ايجابية لموضوع كان حيرك بالفترة الماضية او كنت مش عارف تتصرف فيه يعني هاي فترة بتكون مناسبة للالتقاط انفاسك وخصوصا في نهاية الاسبوع اللي هي من صباح يوم الخميس برج القوس طبعا التعب اللي كنت حتحس فيه بالفترة الماضي والضغط اللي حسيت فيه من ساعات المساء تقريبا بتبلش الامور تتحسن بشكل ايجابي في هاي الفترة بتشعروا انه انتو خصوصا من مساء يوم الخميس لغاية مساء يوم السبت القمر بصير موجود عندكم هاي الفترة بتصير اكثر نشاط وحيوية بوسعكم اخذ زمام الامور بايدكم وتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الامور حاول السيطرة على مزاجك ممكن تستعيد حماستك بالفترة هاي وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاها يعني هاي الفترة جيدة برضو للبدء بمشروع او بخطة جديدة اهم اشي انه انك انت بالفترة هاي تمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد لحسم امر عالق او خبر سار من مساء يوم السبت ولغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بصير في البيت الثاني لالكم وهذا بيت الو علاقة بالفرص المالية والمكاسب المالية او من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او على جائزة او على هبة مساعدة اهم انك ما تغامر في اموالك ما تصرف في شيء مائل وداعي يعني بدك تكون شوي حذر في الامور المالية بالفترة هاي بالفترة هاي برضو انت بتكون يعني ما تستخدم نوع الحدية بالطباع عشان الفترة هاي يعني شوي انت بحاجة لنوع من انواع التعاطف او التضامن يكون معك فبدك تكون دكي وتقتنس الفرص طبعا من فجر يوم الثلاثاء لغاية صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الدلو في البيت الثالث لا لك بالفترة هاي بتنشط بالاتصالات بالمواصلات بالتنقلات بالحوارات بالنقاشات ممكن تقنعوا اي شخص بوجهة نظركوا بالفترة هاي فترة هاي برضو ممتازة للي حاب يخرج نزهة او يطلع رحلة او تنقلات عنده اجتياز امتحان يعني فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك اهم اشي انك انت تتحرك وتستغل الفرص الجيدة بدون عصبية وبدون تهور وانتبه اثناء القيادي وبرضو راقب تليفونك لانه ممكن يصير عطل معك يا في السيارة يا في التليفون اما منفجر من صباح يوم الخميس طبعا بصير القمر انتقل للحوت لبيتك الرابع فنهاية الاسبوع اهتمامك بصير بالعائلة اكثر لقاءات عائلية او مقابلات او مصالحة ممكن تنهمكم في امور الها علاقة بالتقارب ما بينكم بين افراد العائلة بوسعكم ادخال تعديل مطلوب على مسكنكم او شراء حاجيات للبيت او مستلزمات للبيت صحيح انه ممكن الاجواء تكون ضاغطة بسبب خلاف او سوء تفاهم عائلي اهم شي انك انت ما تكون حاد الطباع وامتص هاي الامور وكون عنصر ايجابي على مستوى البيت وفي الفترة هاي ما تخالف القوانين وحاول انك انت تحترم المواعيد وخصوصا بالتزماتك المهنية ويهتم بعائلتك برج الجدي برج الجدي طبعا بالنسبة للجدي القمر يعني من مساء يوم الخميس لغاية مساء يوم السبت بكون موجود بالقوس وهذا بيت متاعبكم فعشان هيك الفترة هاي يعني نهاية الاسبوع من مساء الخميس لمساء السبت يعني شوي الامور بتكون فيها ضاغطة عليك حاول انجاز ما بوسعك من عمل عاجل انتبه اكثر لغذاءك ولراحتك كون اكثر واقعية لانك ممكن اتميل لتضخيم الامور وتتوسوس من بعض الامور وخصوصا الصحية اتجنب اتخاذ قرارات حاسمة بالفترة هاي او مهمة هاي فترة فارغة وفاشلة كمان من الحضوض حاذر الافكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك بالفترة هاي من مساء يوم السبت ولغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود بالجدي عندك فعشان هيك في بيتك الاول بالفترة هاي بتصيروا انتو يعني اكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم اخذ زمام الامور بايدكم اتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الامور حاول السيطرة على مزاجك بتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها لبدء مشروع او خطة جديدة ممكن تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق يعني في الفترة هاي بتحمل دائما اخبار سارة من فجر يوم الثلاثاء لغاية صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالدلو في بيتكم الثاني وهذا بيت المال عشان هيك بالفترة هاي بصير عندكم نوع من انواع الاهتمامات او المكاسب او الفرص للمكاسب المالية بتيجي عادة هي من عمل اضافي او اموال بتيجي مسترد او هبات او مساعدات او دعم منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك ما تصرف بدون حساب ركز في اللي انت بتدفعه في هاي الفترة حاذر يعني بدك تحذر ماليا ومعنويا ما تتسرع باتخاذ القرارات خصوصا القرارات المالية قبل ما تراجع اوراقك بشكل جيد هاي الفترة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن معك اما من صباح يوم الخميس طبعا وما بعد بصير القمر موجود في البيت الثالث فعشان هيك بالفترة هاي بتكثر عندكم الحركة والاتصالات والتنقلات ممكن تكون الفترة هاي مناسبة للخروج بنزهة او اجتياز امتحان فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ليسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق او عن مصالحة برج الدلو طبعا بما انه القمر من ساعات المساء رح ينتقل للقوس من ساعات مساء يوم الخميس بده ينتقل للقوس ورح يضل فيه لغاية مساء يوم السبت معناته رح يكون في بيتك 11 في هاي الفترة معناته هي حافلة باللقاءات او المقابلات ما بينك وبين الاصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة ترتاح لجانب الاصدقاء والزملاء حاول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا بتكثر في هاي الفترة الاتصالات والموعيد طبعا من مساء يوم السبت لغاية فجر يوم الثلاثاء بصير القمر موجود في الجدي فعشان هيك يكون هذا بيت متاعبك الفترة هاي بدك تدير بالك حاول انجاز ما بوسعك من العمل العاجل حاول تنتبه اكثر لغذائك وراحتك كون اكثر واقعية لانك ممكن تميل لتضخيم الامور او تضخيم الصعوبات اتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لانها فترة فارغة من الحضوض حاذر من الافكار السوداء والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك بالفترة هاي طبعا من فجر يوم الثلاثاء لغاية صباح يوم الخميس بصير القمر وصل لعندكم فبما انه وصل لعندكم معناته بالفترة هاي انتو اكثر بتصيروا اكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم اخذ زمام الامور بيدكم وتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الامور حاول السيطرة على مزاجك بتستعيد حماستك وعزيمتك ممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق برضو هاي الفترة ممكن تحمل لك بعض الافكار او الاخبار السارة من صباح يوم الخميس طبعا وما بعد بصير القمر موجود بالحوت فعشان هيك بصير هذا يعني بيت بدعمك بقوة على المستوى بيت الاموال او بيت المال فعشان هيك بتصير فيه فرص لمكاسب مالية من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة او دعم او هبة او مساعدة يعني الاجواء بتصير ايجابية ودعميتك بقوة حاول انك تستغلها باشي ايجابي وقلل من مصاريفك ما تندفع على المصاريف اللي ما الها داعي برج الحوت طبعا من مساء اليوم الخميس لغاية مساء يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس وبما انه دخل على القوس معناته هاي الفترة اه يعني تقريبا انت ببيت العلاقات احنا بنحكي ببيت المعارف اه بيت العمل المؤسسات الكبيرة فعشان هيك في هاي الفترة اه هذا بيت السمعة فهاي الفترة يوم اه مناسب اه او ايام مناسبة لمن يبحث عن عمل او برغب في ادخال تعديل عليه بتنجحوا في تدعيم مركزكم الاجتماعي حضر لعملك بشكل جيد ما ترتجل اه يعني حاول انه في هاي الفترة ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن اه تضغط عليك المسؤوليات بالفترة هاي او تواجه امر صعب معقد التزم بمسؤولياتك يعني داوم بوقت بوقت الدوام الصحيح ما تتأخر عن الدوام ما تدخل بخلافات مع زملائك او رؤسائك بالعمل بالفترة هاي يعني الفترة هاي شوي بيكون فيها نوع من انواع الحساسية اه ممكن انك انت تستغلها في جانب العملي اذا انت بتنجز بعض الاعمال بتكون ممتاز جدا من مساء يوم السبت لغاية فجر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الجدي فبما انه انتقل للجدي معناته هاي صارت المنزل هاي اقوال اليك خصوصا انه هذا بيت الاصدقاء فممكن تنشط بين الاصدقاء او اللقاءات ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة بترتاح اه الى جانب الاصدقاء والزملاء حاول تصحيح العلاقات المتردية ما تبقى وحيد فترة ناشطة وواعدة دراسيا او مهنيا او عائليا بتكثر عندك الاتصالات والمواعيد بشكل كبير جدا من فجر يوم الثلاثاء ولغاية صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في الدلو وهذا هيك بنصير احنا ايش وصلنا لبيت المتاعب فبما انه دخل على بيت المتاعب معناته الفترة هاي شوي بدك تكون يعني تحاول انك تنجز اللي بتقدر فيه من العمل العاجل بدك تنتبه اكثر لغذاءك وراحتك كون اكثر واقعية لانك في هاي الفترة ممكن تضخم الصعوبات صير عندك وسواس او تتوسوس من امر معين امر صحي تجنب اتخاذ القرارات الحاسمة بالفترة هاي هاي الفترة اه يعني شوي بتحمل نوع من انواع يعني فيها فراغ من الحضوظ اه يعني زي ما حكينا برضو المعنويات كمان بتكون منخفضة فيها اه ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك بالفترة هاي طبعا هذه الامور لغاية صباح يوم الخميس زي ما حكينا وبعدين من صباح القمر بصير موجود عندك فبما انه رح ينتقل عندك في نهاية الاسبوع وبصير يعني هذا بيت يعني بيتك هذا فهاي الفترة انتو بتصير اكثر نشاط وحيوية من قبل وبوسعك واخذ الاخذ بزمام الامور بايدكم وتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الامور حاول السيطرة على مزاجك ممكن تستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع او خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق يعني ممكن هاي كمان الفترة تحمل لك خبر صار وجيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة